بهدف تعزيز مكانتها وتحفيز الاستثمار فيها أعلنت برصة مصقاط في مؤتمر صحفي بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي عن ست مبادرات لتحفيز وتعزيز جاذبية البرصة يسعى البرنامج لمواصلة العمل على تحسين وضع المالية العامة للدولة وتعزيز جاهزية منظومة القطاع المالي لاستعاب التحولات القادمة في القطاعات الاستثمارية إضافة إلى رفع معدل التنافسية والمشاركة للقطاع المالي الخاص ودعمه لتوفير خيارات تمويلية مناسبة لمختلف الفئات معظم المبادرات سيتم الانتهاء منها قبل نهاية هذا العام بعضها نفذ وبعضها في الربع الثالث وبعضها في الربع الرابع وإن شاء الله نشوف نتائجها قبل نهاية هذه السنة وأيضا العام القادم ستتم الإعلان عن مبادرات أخرى تعزز من نفس هذا التوجه وتحويل السوق من سوق حدودية إلى سوق ناشئة ترنامج الاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي مجموعة المبادرات بالتعاون مع بورصة مسقط قد يكون أهمها مبادرة صناعة السوق والله الحمد تم الترخيص لشركتين حالياً أمنهم يبدو أعمالهم في القريب العاجل كذلك هناك تغيير في بعض الآليات العمل الموجودة مثل لتاحة الاقراض والاستقراض للأوراق المالية واستعرض المؤتمر الصحفي استراتيجية بورصة مسقط التي ترتكز على ستة محاور تنفذ خلال الفترة من 2022-2026 حيث تسعى البورصة إلى توفير بيئة استثمارية تتسيم بالكفاءة وتعمل وفق أفضل المعايير والممارسات المطبقة في الأسواق العالمية إضافة إلى تقديم فرص متنوعة تنسجم مع توجهات رؤية عمان 2040 كما تعمل البورصة على إحداث نقلة نوعية في أدائها بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المالية حول العالم استراتيجية البورصة كان استراتيجية لخمس سنوات فيها ست محاور أساسية أولها كان دور البورصة في تعزيز الاقتصاد الوطني وبالتالي دوره في تمويل المشاريع هدفنا طبعا عن طريق العمل مع جهات المختصة في جلب الاكتتابات جديدة خصوصا اكتتابات الحكومية باعتبارها الأضخم والأكثر تأثيرا في دخولها للبورصة أيضا دورنا في تمويل المؤسسات صغيرة متوسطة من خلال إيجاد المنصة المناسبة لتمويل هذه المؤسسات رأسات كبيرة عليها هناك أمور يمكن قد تكون ليست بالسهلة لتطبيقها المشروع محتاج إلى سيولة من بعض الجهات التي ستدعم هذه المبادرات وتصور أحجام البورصة بطبيعة الحال سترتفع مع وجود شفافية أفضل ونشر معلومات ومبيانات مالية أفضل من هذه الشركات هذا وسيساهم برنامج استدامة في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تمكين القطاع الخاص ليقود دفة الاقتصاد الوطني عبر مساري القطاع المصرفي وقطاع سوق رأس المال من خلال زيادة حجم وعمق بورصة مسقط وتعزيز السيولة بها إضافة إلى رفع كفاءة وتنافسية قطاع الخدمات المالية ترجمة نانسي قنقر